السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في فيديو جديد ووصفة جديدة اليوم سوف نصابه معكم هذه الحلوة كتجي زوينة في المدق كتجي غزالة بزاف كتجي منسمة بالمدق ديال الشوكولات بسم الله نبدأ وعلى بركة الله عندي هنا مية وخمسة وعشرين كرام ديال الزبدة منصف كاس ديال السقور غلاسي منصف كاس ديال النشا منصف كاس ديال الزيت معلقة كبيرة ديال الشوكولات غبرة ومعلقة ديال الحلب غبرة ونصفة ديال البيض رشة ديال الملح ونكه ديال البندق ونكه ديال الشوكولات وتحين حسب الخاليط سنضر 1 رشاة الملح مع الزبدة سنزيد عليها السكر سنخلط هذا الشمس سنضخل سكر سنزيد عليها السكر وضع القضاء لبيض سنضج ان تجمع قضاء حليبه سوف نعطي البنازوينة في الحلوة سوف نزيد نصف كاس الزيت تقريبا 1-5 ملقه الزيت سوف نضيف شوكولات غبرة سوف نضيف الحليب سوف نضيف نصف كاس الزيت سوف نضيف مقرمشة سوف نضيف مقرمشة سوف نضيف البنطق سوف نضيف البنطق سوف نضيف Greetings لنضيف النور نضيف البنطق سوف نضيف البنطق سوف نضيف المنطق سوف نضيف الطحين كنسة الطحن نحن نخلطه في العجينة دينا دين ستاديك الكسة الخاملة دي الحلوة السابلة ليس هناك كمسة الطحن لا يجب عليها لا يجب عليها سوف نجب عليها سوف نقوم بها سوف نقوم بها في تلاجة تقريبا واحد ساعة تجيش سواعي كيكون احسن ولا تعجنوها بالليل وتخليوها تلغد اللي هاتخدمو بها كتكون نتيجة احسن وانا غضي نخدم بها دابا عجنة كتجيش ويرطبة الصف غضي نقطع واحد القارة وغضي نديرها بين الجيش كاعدة البلاستيك وغضي نسرحها بالدلاج وغضي نقطع بعض المرشم كيكون متقاف في الوسط ولما كانش عندكم هذا المرشم قطعوها بالكاس يكون فمو صغير شوية ويكون فلوس صغير قطعوها بشيبو شوني يكون عقدة صغير كي يعطيكم هذا الشكل دي الباني ولكن عندكم هذا المرشم اللي كيكون يسامبل ما كيكونش مع الجيناب دير بحال هكذا كيكون احسن لما كانش عندي المرشم التي من هذا المرشم سوف نقطع على الطريقة تنكمل كامل العجينة ديالي وكنستفاف اللاطة وكندخلها الفرن كيكون الفرن نقص عليها كالطبع لخاطرها حتى تعطي هذا اللون اللي بغينا احنا وكن نحيدوها عندي هنا الشوكولات دوبتها ودي نزيد عليها هنا الكوكاو كونقاسي حمرته في الفرن كمية هذه الشوكولات انا ما اوزنتهاش قدرت عيني ميزاني حتى للكوكاو قدرت عيني ميزاني قدرت لي هذي كياما قدرتش ودي نزيد ودي هنا هذه التعليكة اللي خدمتها معاكم في الآخر في الحلوة السابقة اللي خدمتها معاكم في الأول لكن هذه زيت فيها الشوكولات الأسود وهذا هو السابلة اللي تيبط سوف يجب اسقاب هذي تعليكة تجي مضاق ديال هزوين ان ننكهتا بالمضاق ديالة كالشوكولات والمنطق سوف يجب اسقاب هذي تعليكة هكذا كما تشوفو في الفيديو هنضع لها هذيك الحبة ديالة السابلة وهذي سوف يجب السابلة سوف نضعها على شكل فراشد و نهز هذه الشوكولات بالمعقة كما تشوفوا كان خوي عليها بغيتوا تغطسوها كاملة في الشوكولات و تغطسوها ولكن هكذا تكون شوية اقتصادية لم تهز الشوكولات بزاف سوف نخربطوها شوية فوق ذاك الكسرونة و نضعها فوق هاد بالصوص و نضعها و مخكوان كامل و نقوم بزافة و نضعهم هادا فوق هادا و نضع في الشوكولات و نضعي هادا الشوكولات و نصرف عليا هاداك الشوكولات و نضع اللقل و نضع اللقل كامل هذيك الحلوى اللي عندي ولا تبنت لكم شي وحدة عمرا في الوسط ايه زادك العمودة للشواء نبغي تطرموها كاملة في الشوكولات وتهزوها بهذا العمود نديروها اغطصوها كاملة في الشوكولات ولكن غادي تهزلكم شوكولات بزيف انا قدرت له هاي من الفوق نبقى على طريقة تنكمل كاملة هذيك الحلوى ديالي وكان نضع عليهم هذا اختيار يبغتوا تديروه وما بغتوش ما شي ضروري قبل ما تنشف معكم الحلوى كان نضع فوق هذيك شوية من هذك الورد البلدي حلوى كتجيب حل هكذا بعد ما كتبرت حلوى ان شاء الله نوريها لكم في ساحة التقديم وقدرنا نقسم معكم واحدا كتجي قدرت طعم معكم واحدا كتجي الشيشة الحلوى كتجي بنينة بزاف كتجي فعداك الماداق ديال البندق ومال الحلب ديال الغبراء والشوكولات كتعطي واحد ماداق زوين بزاف اتمنى تجربوها في هذا العيد وهي نخليكم اخواتي في فيديو اخر ان شاء الله هي بسلام عليكم اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة